السلام عليكم ورحمة الله اليوم نتكلم عن فصل الخريف هو فصل الأمراض هو فصل الزوكام والأمفلوانزا وفصل الإصابة بالبرد وفصل الحساسية الحساسية للرطوبة المرتفعة والحساسية كذلك للبرد انخفاض الحرارة لماذا؟ لأن المناعة تنخفض في فصل الخريف إلى أدنى مستوى ثم تستقر شيئا ما في فصل الشتاء وتبدأ في الارتفاع في آخر الشتاء لتصل إلى أعلى مستوى في فصل الرابع يجب أن يحتاطى الناس من البرد وأن ينتبه الناس للأطفال في الليل أثناء النوم لأن الحرارة في الليل تنخفض فربما يصاب الناس بزوكام هناك مواد غذائية تسخي الجسم نحتاجها في فصل الخريف وهناك مواد غذائية تنعيش الجسم نحتاجها في فصل الصيف في فصل الصيف نحتاج أملاح وفيتامينات وماء وبوتاسيوم وماغنيزيوم والفيتامين سي وهي موجودة في الفواكه وكذلك مضادة للأكسادة في الخريف نحتاج مواد غذائية تسخي الجسم تنشط الجسم وتنشط الدورة الدموية والنظام الهرموني لكي لا يحيس الناس ببرد ورعشة وهي البذراز والتوابيل الحلبة والحبرشاد وحبوب الكتان والسيمسيم ويانسون وشمراء وحبوب الكزبارة والكاراوية هذه الأشياء تسخين تسخين الجسم تسهلك الآن في الفصل البارد فصل الخريف حب برشاد من البذرات التي تسخين الجسم وتنفع كثيرا حتى الأطفال الكمية شيء بسيط نصف ملعقة صغيرة في الأكل بالنسبة للعائلة كلها هذه البذرات تحتوي على الفيتوستروجين والفيتوستيرول نحتاج توابيل كذلك لأن التوابيل عند استهلاك التوابيل فنحس بالحرارة ارتفعت في الجسم مثل الزنجابيل والخولينجان والقرفة وتشرب هذه الأشياء على شكل شيء القبار جيد ولو أن الشخص مصاب بقرحة المعيدة فالقبار لا يضر القبار كذلك جيد وهو لا يضر كما قلنا أن يوضع في الأكل حبوب الكزبارة واليانسون والشمراء والكروية تسخي الجسم الكوركوم كذلك الذورة البلدية كذلك تستهلك في الخريف الشاعر يستهلك في آخر الرابع وبداية فصل الصيف الذورة البلدية تعطي طاقة وتسخي أكثر من الحبوب الأخرى وكذلك تستهلك في بداية الشتاء والفصل البارد كذلك الدخن كذلك البقوليات كلها تستهلك في الخريف وفي الفصل البارد حساء فول وحساء جلبانة وعدس وفاصولية أن يفترى الناس في الصباح بحساء جلبانة أو حساء فول وحساء جلبانة لا يحدث غازات كما يحدثها حساء فول كذلك أن يخترى الناس بزيد زيتون وأن يكون هذا الحساء بزيد زيتون وبتوابل كمون كذلك جيد فهو يسخي الجسم الآن كذلك يستهلك الدجاج البلدي الدجاج البري أن يستهلك الآن لكن أن لا يستهلك يوميا يستهلك مرة كل 15 اليوم أو مرة في الشهر فالذين يستهلكون دجاج بري يوميا يصيبهم النقرص فأن ينتبه الناس أن لا يستهلك يوميا كذلك من الأشياء التي تشرب الآن هي شويلة شيبة فهي تسخي الجسم وجيدة للأطفال وتشرب حتى توضع مع الحليب فجيد تشرب مع الشاي الأخضر أو على شكل الشاي النعناع الآن لا يشرب لا يستهلك النعناع في الفصل البارد ثم هناك سانوبر أوراق سانوبر جيدة فهي تسخي الجسم كذلك سعتر جيد ومرد الدوش وسالمية وعطريشة كل هذه الأشياء جيدة على شكل شعراب بالنسبة للأطفال استهلاك زيت الزيتون في هذا الفصل البارد جيد لأنه يرفع المناعة كذلك استهلاك اللوز والجوز والتمر والزبيب والتين كل الناس يستهلكون هذه الأشياء وليس الأطفال لأنها لأنها فيها طاقة وتسخي الجسم اللوز والجوز فيه دهون والتمر فيه سكريات وهذا موسم التمر التمر فيه سكريات طبيعية أن ينتهي الناس من استهلك طماطم طماطم تستهلك في فصل الصيف شهر ستة وسبعة وليس عطو السنة البطاطس كذلك لها وقت لكن كيف الآن تنتج البطاطس تنتج بالمبيدات الخاطرة فأن ينتبه الناس أن تستهلك البطاطة الحلوة والبطاطة القصبية ويستهلك السفرجل هذه الخضرة الخريفية ف لا يستهلك الناس كذلك البروكولي فالمنتوجات البطاطة الخضراء أحسن من البروكولي القرنينة أحسن من البروكولي بخمسين ضعف كذلك التوابل كما قلنا والبدلات فهي تستهلك في الفصل البارد فصل الخريف وفصل الشتاء تستهلك فيهم البدلات أحسن من فصل الصيف لأنها تسخي الجسم النظام الذي يسخي الجسم وهو الذي لا يترك الفيروسات تتكاتر يضيق على الفيروسات إذا دخلت لجسم فالجسم ينتج هذه المضادات ليقضي على الفيروس الأشياء التي تجعل الجسم يتعرق الناس كانوا يشربون قرن فول مع شاي وزنجابيل مع شاي وعنبر مع شاي الحلبة وحب برشاد توضع في حساء الشاعر وحساء الفول مع زيت زيتون مع كمون مع كزبارة مطحونة أعشاب كذلك جيدة سعتر ومرد الدوش وسالمية وشويلا شاي أخضر وكركاديل وزعفران هذه الأشياء تسهلك على شكل شاي ألا يكسر الناس منها ما يأخذ برؤوس الأصابع فهذه الأشياء تسخي الجسم كذلك أوراق الزيتون لا يوجد مركب طبيعي أقوى من البروبوليس إذا كان البروبوليس مع غداء الملكات فمن المستحيل أن يؤثر أي عامل خارجي على الجسم كان فيروس أو حم التفويد أو أي شيء فأوراق كذلك أوراق الزيتون مهمة لا ينسى هالناس فأوراق الزيتون رقم واحد في الطبيعة بعد العكبر لمقاومة الفيروسات فكما قلنا أوراق الزيتون جيدة في مقاومة الفيروسات ثم الكاكاو جيد والشيء الأخضر جيد كذلك الخرشوف يحتوي على مادة السليمارين الخرشوف البلدي يحتوي على مادة السليمارين وهو يكبح الفيروسات أوراق الأوكاليبتوس توضع في ماء مغلة وتستنشق ويستنشق بخارها فجيد كذلك أوراق صنوبر فهي تعرك الجسم أوراق الزيتون الآن تباع على شكل الكابسولات أن يستهلكها الناس و jamn أو تكون على شكل أوراق فهي تغلى وتغلى مع ماء وتشرب فجيدة على شكل شايد ليس فيها أي خطر أو سمومية فكما قلنا كابسولات أوراق الزيتون صالحة لارتفاع التقد أصحاب ارتفاع التقد أن يستهلكوا كابسولات أوراق الزيتون فهي جيدة فهي من الأشياء كذلك لجي تسخي الجسم في هذا الفصل ونكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته